المكتب التنفيذي غداً حصرياً على شاشة قناة الأهلي بنود جدول الأعمال عشان نشرح للناس إيه اللي هيتم بالضبط بكرة جدول الأعمال بيبدأ بترحيب من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكل الحاضرين من المكتب التنفيذي واعتماد الحضور من كل الأعضاء بعد ذلك اعتماد الاجتماع السابق واجتماع لجمة طوارئ اللي كان بتاريخ 25 سبعة ثم السطر اللي بعديه بنتكلم بقى على شيء مهم جداً وهي رقم 3 بنتكلم على الأجندة وموعيد نصف النهائي ونهائي دور أبطال إفريقيا بعد اجتماع الأمس الموعيد هيتم اختيارها إزاي؟ عايز أقول لكم فيه أكتر من اقتراح في اقتراح بإقامة المباريات 18 أكتوبر زهاب و24 أكتوبر إياب و6 نوفمبر النهائي وفي اقتراح بإقامة المباريات 24 أكتوبر زهاب و31 أكتوبر إياب و7 نوفمبر النهائي في اقتراح ممكن يكون المباريات كلها في شهر 11 لنخدوا بالكم فيه كلام في جدول الأعمال في رقم 3 على فكرة تحديد الموعيد ومكان نهائي دور أبطال إفريقيا الغدا سيتم منقشة مكان إقامة نهائي دور أبطال إفريقيا الفترة القادمة هيكون فين فبقرة القول الفصل هيتم تحديد الموعيد بشكل رسمي والاعتماد توصية لجنة المسابقات ومكان نهائي دور أبطال إفريقيا احنا بنعرض لكم جدول أعمال اجتماع بكرة عشان تبقى الناس معانا في الصورة وتعرف بالضبط إيه اللي بيحصل بالنسبة لاجتماع بكرة كمان عايز أقول لكم أن في تفاصيل متعلقة بكأس إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة لأن في كلام تم في اجتماع 20 أغسطس الماضي أن يتم تبكير موعد البطولة من شهر 7 لشهر مارس 2021 وعلى همش هيكون انتخابات الاتحاد الإفريقي وأيضا كمان فكرة بقى بطولة المحليين وماذا سيحدث بالنسبة لتصفيات كأس إفريقيا للأمم وتصفيات كأس العالم طيب الأجندة كمان وجدوى الأعمال اجتماع بكرة بنتكلم في تفاصيل لها علاقة بتعديل اللوايح تعديل اللوايح التصفيات والمسابقات الفترة القادمة نتيجة طبعا انتشار فيروس كورونا والمسابقات هتتكلم في إطار لو فريق أو نادي عنده إصابات الفترة اللي جاية وعنده مباراة الوضع هنا هيكون ايه نأجل ولا نلعب ولا نحدد نسبة معينة اللوايح بكرة هيتم منقشة هذا الأمر للتصفيات والمسابقات الخاصة بالأندية والمنتخبات كمان في جدوى الأعمال اجتماعي الغد هيتم تحديد كونجرس الاتحاد الإفريقي مش الجماعة العمومية العادلة هتبقى في إثيوبيا في شهر 12 لا فيه كونجرس في شهر مارس وهو متعلق بانتخابات الاتحاد الإفريقي بقى التفاصيل اللي علاقة بمسابقات الناشئين والشباب ومباريات السيدات لأن كمان دور أبطال إفريقي هتكون فيه مسابقات للسيدات إذن ده بشكل حصري جدوى الأعمال المكتب التنفيذي لكل مشاهدي قناة الأهلي وبنأكد على فكرة أن غدا هيتم الحسم ونشوف السيناريوهات وماذا سيحدث وذي كانت التفاصيل المتعلقة باجتماع الأمس وبقرى إن شاء الله هننتظر ما سيصفر عنه الاجتماع وفي النهاية كمان بعد اجتماع المكتب التنفيذي هيكون فيه مؤتمر صحفي بالفيديو كونفرنس الأحمد أحمد يشرح ويعلن كل التفاصيل من خلال اجتماع المكتب التنفيذي المؤتمر هيكون بعد اجتماع المكتب التنفيذي المكتب الساعة 12 أول ما ينتهي المكتب التنفيذي هيكون المؤتمر الصحفي إن شاء الله عشان إعلان كل التفاصيل طيب ترند الآخر وديت